موسيقى رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي رئيس الوزراء يقوم بزيارة مفاجئة إلى مؤسسة الكهرباء لمتابعة الإشكالات القائمة والحلول العاجلة لاستقرار الخدمة موسيقى قوات العمالقة تسقط مسيرة أطلقتها ميليشي الحوثي الإرهابية في سماء مديرية حريب جنوبي مأرب نشرة الأخبار الرئيسة من قناة عدن الفضائية أهلا بكم أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اتصالا هاتفيا برئيس الهيئة السياسية رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي للإطمئنان على صحته بعد إجراء عملية جراحية ناجحة وخلال الاتصال هنأ فخامة الرئيس الدكتور الخبجي بنجاح العملية الجراحية وتماثله للشفاء متمنيا له دوام الصحة والعافية والعمر المديد بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج البحسني برقية عزاء ومواساة إلى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي عزه فيها بوفاة ابن عمه أحمد سالم بن ماضي وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن خالص التعازي وصادق المواساة لمحافظ حضرموت وأسرة الفقيد وآلي بن ماضي كافة بهذا المصاب الأليم سائلنا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان اطلع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال زيارته الميدانية إلى ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة المؤقتة عدن على سير الدوامي والانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك في الجهاز الإداري للدولة واستمع الدكتور أحمد عوض بن مبارك من وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الوالي والمسؤولين والمختصين بالوزارة إلى شرح حول مهام الرقابة الميدانية على الانضباط الوظيفي في المستويين المركزي والمحلي والمؤشرات الأولية حول نسب الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك وترأس دولة رئيس الوزراء اجتماعا لقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ألقى خلاله كلمة قدم في مستهلها التهاني بعيد الفطر المبارك ونقل إلى الجموع تحية فخمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليم وأعضاء المجلس ودعم الدولة والحكومة لجهودهم في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ومعالجة الإختلالات القائمة في الوظيفة العامة مؤكدا أن زيارته إلى الوزارة في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك هي رسالة لكل أجهزة الدولة وأهمية انتظام أعمالها ودعم الدور الرقابي والنزولات الميدانية للوزارة ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الدور المحوري لوزارة الخدمة المدنية المرتبط بجوهر عمل الحكومة في الإصلاح الإداري مؤكدا أن عنوان المرحلة المعلن عنه في تعزيز الشفافية والمسألة أو المساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات يرتبط جانبا أساسي منه في الإصلاح الإداري وإعادة اعتبار الوظيفة العامة بعيدا عن المحسوبية والتضخيم غير المبرر في الهياكل القانونية لأجهزة الدولة مشيرا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمراجعة التعينات وإلغاء كافة القرارات والتعينات المخالفة للقانون والعبء المتوارث على مدى عقود في الوظيفة العامة والتي أضيفت إليها تجريف ميليشيا الحوث الإرهابية للوظيفة والتعينات القائمة على السلالية وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يمكن فصل وساري تطوير عمل الدولة بعيدا عن وزارة الخدمة المدنية الفاعلة ونظام وقوانين مواكبة ويتم الالتزام الكامل بها وأهمية الاعتماد على الأتمتة وأنظمة الإدارة الحديثة كما تحدث رئيس الوزراء عن التحديات القائمة في هيكل الأجور والمرتبات وعدم تناسبها مع الواقع الحالي إضافة إلى صعوبات الإحالة إلى التقاعد والمعالجات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بالازدواج الوظيفي والمنقطعين على العمل والفرص المتاحة للإصلاحات مؤكدا أن إدارة التغيير ماضية وهناك نية جادة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي لإيقاف العبث الحاصل على المستوى الإداري وأهمية استشعار المسؤولية من الجميع في هذه الظروف الاستثنائية إضافة إلى تقييم المسؤولين في المستويات العليا مثالا للالتزام بالانضباط الوظيفي وعدم تطبيق العقوبات والقوانين على المستويات الدنيا فقط وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعددا من قيادات الوزارة قد تحدثوا في الاجتماع مرحبين بزيارة دولة رئيس الوزراء واستعرضوا الملفات التي تعمل عليها الوزارة والتحديات التي تواجهها والدعم الحكومي المطلوب لتجاوزها بما في ذلك خطط إنهاء الازدواج الوظيفي في المؤسسات المدنية والعسكرية وكما تطرق أيضا إلى المعالجات المتخذة لتنفيذ الخطط الحكومية المتعلقة بالإصلاح الإداري قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بزيارة ميدانية إلى المؤسسة العامة للكهرباء بمديرية المنصورة في العاصمة المؤقتة عدن لمتابعة الإشكالات القائمة في خدمة الكهرباء مع تزايد الطلب والحلول العاجلة الواجب العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين وطلع دولة رئيس الوزراء على مستوى الانضباط الوظيفي في المؤسسة العامة للكهرباء في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك واطف في إدارتها واستمع إلى شرح حول المهام التي تنفذها والخطط الموضوعة للقيام بمسؤولياتها وواجباتها في هذا القطاع الحيوي الذي يمس معيشة وحياة المواطنين وترأس الدكتور أحمد عوض بن مبارك اجتماعا لقيادة المؤسسة العامة للكهرباء للوقوف على الإشكالات المتراكمة في هذا القطاع والأولويات الموضوعة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع حلول الصيف وتحديد مواضع الخلل لمعالجتها والمسؤوليات والمهام أمام الوزرات والجهات المعنية بهذا الملف ووجه رئيس الوزراء بتشكيل خلية أزمة معنية بملف الكهرباء لمتابعة التطورات أولا بأول تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر وتحدد الإجراءات المطلوبة ومتابعة تنفيذها بما يمكن من المحاسبة أو يمكن من المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير مؤكدا العمل على إيجاد مخزون مناسب من المشتقات النفطية للكهرباء والعمل بشكل تكاملي على تيسير نقل المشتقات ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن لتزويد محطات الكهرباء كما شدد على استكمال مشاريع الصيانة لمحطات الكهرباء بما يؤدي إلى زيادة قدرتها التوليدية واعتبار ذلك أولوية خدمية ومعيارا لتقييم أداء العاملين في قطاع الكهرباء إضافة إلى متابعة إدخال محطة التوليد بالطاقة الشمسية إلى الخدمة لافتا إلى تفاهم الحكومة الكامل لمعاناة المواطنين الكبيرة بسبب انقطاعات الكهرباء وحرصها على إيجاد حلول مستدامة وعاجلة في هذا القطاع الحيوي وأهمية أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم والقيام بواجباتهم حضر الاجتماع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الوالي ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب سير العمل في ديوان النيابة العامة ومجمع النيابات الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن وخلال الزيارة التي رافقه فيها رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم بوزير التقى رئيس مجلس القضاء بالنائب العام القاضي قاهر مصطفى والمحامي العام أول القاضي فوزي علي سيف ومدير عام الشئون المالية والإدارية عبد الحليم عبد الله ونائب مدير عام النيابات القاضي طلال الدماني وطاف رئيس مجلس القضاء والنائب العام بنيابتي استئناف شمالي وجنوب عدن ونيابة استئناف الأموال العامة وشعبة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومركز المعلومات وإدارة الإحصاء وشعبة السجون والقلم الجنائي وتبدل التهاني مع الموظفين بمناسبة عيد الفطر المبارك وأشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى بمستوى الانضباط وتواجد الموظفين في أول يوم عمل بعد الإجازة القضائية لشهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك كما استمع من الموظفين إلى طبيعة العمل والمهام التي يقومون بها ومستوى الإنجاز في قضايا المواطنين عقب ذلك قام رئيس مجلس القضاء الأعلى ومعه النائب العام بزيارة مجمع النيابات الابتدائية شمال وجنوب عدن في منطقة الصلبان واطلع رئيس المجلس على سير العمل في النيابات الابتدائية كما أشاد بالخطوة التي اتخذها النائب العام بتأسيس مجمع النيابات في مكان واحد من جانبه ثمن النائب العام القاضي قاهر مصطفى زيارة رئيس مجلس القضاء إلى ديوان النيابة العامة ومجمع النيابات معبرا عن تقديره للجهود التي يبدلها في تحسين عمل السلطة القضائية التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني بسفيرة جمهورية فرنسا الصديقة لدى بلادنا كاترين جارم لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وفي اللقاء أكد الوزير الزنداني ضرورة دعم احتياجات الحكومة الشرعية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والخدمية وبناء قدرات ومؤسسات الدولة بما يسهم في مساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الكبيرة أمام الاقتصاد الوطني وتدعيات السلبية للأزمة المالية التي أنتجتها الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في بلادنا من جانبها أكدت كاترين استعداد بلادها لدعم الحكومة الشرعية في شتى المجالات لا سيما دعم القطاعات الانتاجية ذات الأولوية الاقتصادية التي تساعد على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين في اليمن اطلع وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن على مستوى الانضباط الوظيفي في كافة القطاعات والإدارات والأقسام عقب إجازة عيد الفطر المبارك واستمع الوزير حميد من وكلاء القطاعات ومدراء العموم إلى شرح عن مستوى الالتزام بالدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر مشيدا بمستوى الانضباط والجهود التي تبذل لتنفيذ المهام وإنجاز الأعمال وشدد وزير النقل على ضرورة الالتزام بتنفيذ اللوائح والأنظمة وتوجيهات الحكومة بشأن الانضباط الوظيفي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر حاثا من الجميع بذل المزيد من الجهود والتفاني بما يكفل من تحسين الأداء وإنجاز العمل لتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع من هذا القطاع الحيوي أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الجمهورية اليمنية وتضامنها مع سلطة عمان أو سلطنة عمان الشقيقة جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت ولاية المضيب شمال السلطنة مما أسفر عن وقيع عدد من القتلى والمفقودين والمصابين وعبرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه عن خالص التعازي وصديق المواساة إلى حكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة سائلة الله أن يتغمد الضحايا برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان متمنية الشفاء العاجل للمصابين أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لقوات العمالقة طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوث الإرهابية في سماء مدرية حريب جنوب محافظة مأرب وتمكنت دفاعات قوات العمالقة من رصد المسيرة الحوثية المذخرة في سماء مديرة حريب وإسقاطها قبل وصولها إلى أي هدف مدني أو عسكري في المديرية وتواصل دفاعات قوات العمالقة الجوية جهودها في رصد وإسقاط الطائرات المسيرة التي تطلقها ميليشيا الحوث الإرهابية على المناطق والمواقع العسكرية الواقعة ضمن مسرح عملياتها في جبهات القتال تفقد قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي الفريق ركن بحري عبدالله النخعي الوحدات والمواقع العسكرية في محور باب المندب وجزيرة ميون ونقل اللواء النخعي لمنتسبي الوحدات العسكرية وكافة المرابطين في محور باب المندب وجزيرة ميون تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي ووزارات الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك وأشاد قائد القوات البحرية بمستوى الانضباط والجزاهزية القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال القوات المسلحة في تلك الوحدات والمواقع وتضحياتهم الخالدة وصمودهم الاسطوري في مواجهة تنظيم ميليشيا الحوث الإرهابية وحتى قادة الألوية والوحدات العسكرية بمضاعفة الجهود ورفع الحس الأمني ووحدة الصف لكافة الوحدات بما يمكنهم من تنفيذ واجباتهم ومهامهم الوطنية على أكمل الوجه سعوداء اليوم بزيارة الجزيرة الميون وتفقد مقاتلين الجزيرة وأبناء الجزيرة وننقل تهاني تبريكات الغيادة السياسية والغيادة الأسكرية بمثلاب والأخ وزير الدفاع قمنا بالنزول الميداني واصطلاع المواقع في الجزيرة وطلنا على كثير من المستقدات في الجزيرة وسوف ننقل كل هموم أبناء الجزيرة إلى الغيادة الأسكرية والسياسية الجزيرة محتاجة إلى اهتمام القميع وبالذات المواطنين والجاهزية الوحدات الأسكرية ونتمنى القميع إن شاء الله الخير والسعادة وكل عام والقمام خير شكرا لغم طبعا يسعدنا اليوم أن نقوم بزيارة لمحور باب المندب ومن ضمن هذه الزيارة لجزيرة ميون هذه الجزيرة التي تحظى باهتمام من قبل قيادتنا السياسية والعسكرية طبعا الزيارة اليوم هي بتوقيهات من قبل القيادة السياسية مثلها بمجلس القيادة الرئاسي وبالتعليمات من الأخ معالي وزير الدفاع ورئيسية الأركان العامة تفقدنا أحوال المواطنين وأحوال الضباط والعسكر الموجودين في الجزيرة وكذا في محور باب المندب وسوف ننقل لقيادتنا هموم ومطلبات هذه الوحدات إن شاء الله تفقد محافظ محافظة لحجل لواء ركن أحمد تركي مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من المرافق الحكومية الخدمية بالمحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك واستمع المحافظ تركي من مدير عام فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة رياض عبدالجليل إلى شرح عن مسار العمل بالفرع والحرص على إحراز الانضباط الوظيفي فيه واطلع محافظة لحجة على سير العمل بمكتب وزارة الثقافة بالمحافظة موجها بصيانة قاعد مسرح القمندان بالمركز الثقافي بمدينة الحوطة كما تفقد المحافظ تركي مستوى الحضور والانضباط الوظيفي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي مطلعا على جهود المؤسسة وخططها التطويرية الخاصة بتوسعة رقعة حفر الآبار الجوفية الحديثة ورفضها بمنظومات الطاقة الشمسية موجها بالاهتمام الكبير على ري أشجار حديقة لحج الكبرى الجديدة بمنطقة جلاجل بمدينة تبن كما زار المحافظ تركي مستشفى ابن خلدون العام بمدينة الحوطة واطلع على الانضباط الوظيفي للطواقم الطبية والأطر الإدارية في جميع أقسام المستشفى وأشد محافظ محافظة لحج بالمستوى الإيجابي العام المتميز للانضباط الفعلي للموظفين بالمرافق الحكومية بالمحافظة الذي يؤكد استشعارهم بحجم المسئولية نحو وظيفتهم العامة بمستويات أو بمؤسسات الدولة التي هي أساسا وجدت لخدمة المجتمع ووجه مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة لحج بالاستمرار في متابعة نظام سير العمل اليومي للموظفين بالمكاتب العامة ومحاسبة المتقاعسين منهم عن أعمالهم وتطبيق الجزاءات القانونية عليهم جراء تغيبهم عن تأديتهم لدوامهم الرسمية ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اجتماعا لمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة لاستعراض التحليل الوبائي لكوليرا وتطورات لاحتواء الوباء التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد ترأس محافظة تعز نبيل شمسان اجتماع مكتب الصحة العامة والسكان بتعز إدارة الترصد الوبائي مع المكاتب المعنية بالتعاون مع مكتب الصحة في مواقهة الوباء وتم استعراض فيه التحليل للوضع الوبائي للكوليرا هذا الاجتماع الثالث والهدف منه هو الترتيب لمواجهة الوباء الأوبية بشكل عام ومنها الآن الوباء الذي ظاهرها في محافظة وباء الكوليرا اللي يسجل أرقاما أيضا تشير أنها لابد أن يكونها في حالة استعداد حيث بلغ عدد الحالات إلى اليوم 374 حالة مؤكدة 122 حالة منها طبعا نحن نعمل خطوات هذه الخطوات التي قمنا فيها أولا دربنا كادر أكثر من 300 عامل فيها على مستوى من مديرية السبعة عشر المديرية المحررة إضافة إلى أنه قمنا بفك مراكز معالجة للحارف وهي عددها أربعة مراكز الجمهوري والخليفة والمخاء و22 مايو وأيضا مركز في أطباب الحدود في المخاء هذه المراكز طبعا عندما ظهرت مانا حالات إيجابية كان من الضرور جدا أن يكون هناك أيضا مراكز تفتح لتخديم الخدمات في حالة قمنا أيضا متزويد هذه المراكز للعلاقات الأساسية الخاصة وفقا للبروتوكول العالمي لمعالجة حالة الماء العادة من مخاز المكتب الصحة والسكان عملنا عدة اجتماعات مع شركاء التنمية الصحية شركاء المحليين والدوليين من أجل حشد الدعم والمسانعة زالنا في مثل هذه المواقهة هذه الأوية قمنا أيضا باستعداد تشغيل غرفة طوارئ العمليات على مستفى العمليات الـ 24 ساعة تتابع الحالات تتابع الفرق الاستجابة الطارية على مستفى المديريات والمراكز الصحية بلغ عدد حالات الكوليرا 374 حالة اجتباه حالتها وفاة ووفاة بمديرة موزع وحالة وفاة بمديرة مظفر تتفاوت الحالات الإصابة المؤكدة من طمع الطحفر مركزا بالمديريات التي تم اكتشاف فيها حالات مشتبهة بحسب التحليل للوضع الوبائي الذي رصده إدارة الترصد الوبائي بالمحافظة الابتماع مهام جدا مع المكان التنفيذي ذات العلاقة في مواقهة وباء الكوليرا وبالذات التربية وصحة البيئة والنظافة والتحسين والمياه والأشغال هذا المكاتب لها دور فعال في مواقهة وباء الكوليرا حوي معظم الإصابات كانت لسبب موارسة سلوكات حاطئة سواء بعدم غسل اليدين أو أكل المكشوف في الشوارع واختلاط بعض المياه بمخلفات الصف الصحي الذي لها دور كبير في انتشار بهذه الحالات الوبائية الكوليرا برئاسة محافظة محافظة التعز مكتب الصحة يجتمع مع المكاتب المعنية من أجل الحج من وباء المنتشر من برض الكوليرا الذي يحتاج تكاتف للجميع من أجل الحج من انتشار هذا الوباء الذي بدأ وظهر في محافظة التعز نعايم خالد لقناة عدم فضايا التعز تفقد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر ومعه وكيل المحافظة الأول العميد مختار الجعفري مستوى الانضباط الوظيفي في عدد من الإدارات والمكاتب التنفيذية بالمجمع الحكومي بمدينة الغيضة عقب إجازة عيد الفطر المبارك واطلع المحافظ على سير العمل ونسبة الحضور ومستوى الانضباط في أول أيام الدوام الرسمي مشددا على ضرورة الالتزام بالدوام والتفاني في العمل ومضاعفة الجهود من قبل الجميع بما يسهم في تحسين الأداء ووجه المحافظ مكتب الخدمة المدنية بتكثيف جهود المتابعة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتغيبين مؤكدا استعداد السلطة المحلية بالمحافظة تذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات في سبيل تطوير مستوى أداء جميع المكاتب والمرافق الحكومية العامة قام وكيل محافظة أبيان أحمد جرفوش ومعه مدير عام مكتب الخدمة المدنية عيش غالب ومدير عام مكتب الإعلام ياسر بعزب بزيارة تفقدية للمكاتب التنفيذية في المحافظة للإطلاع على مستوى الانضباط الوظيفي عقب انتهاء إجازة عيد الفطر ومتابعة سير العمل في المكاتب التنفيذية وتقييم الجهود المبدولة لضمان الاستمرارية في الخدمات المقدمة للمواطنين وأكد جرفوش أهمية دور المكاتب التنفيذية في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين مشيدا بالجهود المبدولة من قبل من المدراء التنفيذيين وموظفيهم في المكاتب التي تم زيارتها مطالبا برفع كشفات بأسماء الموظفين المتخلفين عن الحضور لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اطلع وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري على مستوى الانضباط الوظيفي ونسبة حضور الموظفين في كل المكاتب والمؤسسات والوحدات الإدارية والخدمية في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفترة والتي بلغت نسبة الانضفات الوظيفية والالتزام بالدوام 82% في جميع المكاتب الحكومية بالمحافظة واستمع الباكري من مدير مكتب الخدمة سعود اليوسفي إلى شرح عن آلية عمل ومهام لجان الرقابة والتفتيش التابعة لمكتب الخدمة للنزول الميداني لجميع المكاتب الحكومية للتأكد من الالتزام من قبل الموظفين بالتواجد في مكاتبهم وأداء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وقام الوكيل الباكري بزيارات ميدانية تفقدية إلى مكاتب المالية والتربية والصحة وديوان المحافظة للإطلاع على سير العمل ونسبة الانضباط وتواجد الموظفين في مكاتبهم وشدد على ضرورة الالتزام من قبل جميع موظفي الدولة بالدوام الرسمي في مكاتبهم وأداء مهامهم وإنجاز معاملات المواطنين بالشكل المطلوب اطلع وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري على مستوى الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة بوادي حضر موت عقب إجازة عيد الفطر المبارك حيث قام وكيل المحافظة ومعهم مدير عامل خدمة المدنية إبراهيم الهدار بالنزول للمؤسسة العامة للكهرباء وهيئة مستشفى سيئون العام ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بوادي وصحراء حضر موت وأشاد الوكيل العامري بمستوى الانضباط من قبل الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي وبجهود الكادر الوظيفي بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتنفيذه نزولات ميدانية بشكل دوري مشددا على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي ورفع مستوى الأداء العام للعمل بالمؤسسات في الدولة وسرعة تخلص معاملات المواطنين والآن مشاهدين إلى حالة التقسي ودرجات الحرارة خلال الأربعة والعشرين ساعات القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عودة للعناوين وتذكير بأهم ما برز فيها رئيس مجلس القيادة يطمئن على صحة رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي رئيس الوزراء يقوم بزيارة مفاجئة إلى مؤسسة الكهرباء لمتابعة الإشكالات القائمة والحلول العاجلة لاستقرار الخدمة قوات العمالقة تسقط مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوث الإرهابية في سماء مدرية حريب جنوبي مأرب نهاية النشرة شكرا لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله اشتركوا في القناة